التوجه نحو التحرير الكلي للدينار الجزائري ما زال معلقا إلى إشعار آخر لأسباب تتخللها مخاوف من أن يطرح هذا النظام مشكلة كبيرة للاقتصاد ولسير الصرف بالمقابل تحرير الدينار يستدعي تجاوز مراحل مدروسة يجب أن تنتهي باختفاء سوق السكوار هذا ليس بمشكلة لأنه صحيح أن المواطن سوف يعاني في بداية الأمر ولكن بعد ذلك سوف يعني الدينار سوف يعني يأخذ سعره بالتدريج سعره الحقيقي وكل شيء يكون على مراحل ونحن قلنا بأن سياسة تحرير سعر صرف الدينار يجب أن لا تكون يعني خلال فترة قصيرة وإنما يجب أن تكون سياسة للمراحل وبالتابعة الحال عندما نحرر سعر صرف الدينار سوف يؤدي ذلك تلقائيا إلى اختفاء سوق السكوار أو سوق السوداء لأنه لا يوجد هناك الآن داعي لبيع العملة في السوق السوداء لأنه سوف يكون هناك سعر موحد بحيث أن سعر صرف الدينار خلال المرحلة التدريجية سوف يرتفع تدريجيا وسعر سوق السوداء سوف ينخف التدريجيا إلى أن يلتقي في سعر محدد ويسمى سعر التوازن الاعتماد على مكاتب الصرف خطوة إيجابية من ناحيتها القانونية لكنها تطرح إشكالات في السياق الاقتصادي الراهن سيما من ناحية آلية تمويل هذه المكاتب وعرقلة أخرى تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة ما هي الشروط الأساسية لفتح مكاتب الصرف لم تظهر في النظام بانك الجزائر كذلك ما هي المعايير الأساسية التي ستأخذ لإعطاء لهذه مكاتب الصرف خاصة لإعطاء رخصة الافتتاح وكذلك من العراقل النص التطبيقي لهذا القانون لم يصدر بعد لماذا؟ لأن لم نرى في النظام كيف من سيوزع العملة الصعبة في السوق الجزائري إلى مكاتب الصرف ومن يوزع من الذي يمول هذه الشبكة هالبنك الجزائر هالوزارة المالية تحرير دينار يتطلب توازنا دقيقا يضمن تنافسية الصادرات وتحسين الميزان التجاري من جهة وحماية المواطن من تدعية التضخم من جهة أخرى توازن تحكمه إرادة حكومية قوية تفاعله وإجراءات جادة تجسدها ترجمة نانسي قنقر